فرنسا تتهرب وتحاول المرور بسرعة إلى الأمام لتخطي ملف الذاكرة تتناسى موروثها الدموية بالجزائر وتعتبره تاريخا قد مضى وليس من الحكمة ربط حاضر ومستقبل العلاقات الحالية بالتاريخ رغم أنه تاريخ ليس ببعيد بل أن حتى بعض من ارتكب الجرائم لا يزال على قيد الحياة ذاكرة تحمل ملفات ثقيلة أهمها ملف الأرشيف الذي يصفه الكثيرون بالقنبلة الموقوطة لا تريد فرنسا التطرق إليه بتاتا يقول الباحثون إنه يخفي أسرارا قد تزيد من إدانة باريس وقد يدفع لظهور قراءة أخرى لتاريخ جرائم فرنسا هنا وشركائها من العملاء من أبناء الأرض ملف الذاكرة مثقل كذلك بتجارب فرنسا النووية بصحراء الجزائر رغان لا زالت لحد اليوم تتجرع الألم لا زال أطفال فيها يولدون مشوهين بفعل إشعاعات وآثار الجريمة ملف الذاكرة عنوانه الإبادة الفرنسية الجماعية لقرى ومداشر جزائرية بأكملها جرائم في حق أطفال ونساء ومدنيين تصنف في خانة الجرائم ضد الإنسانية ولا يمكن أن تكون سوى إرهاب دولة مخطط له منذ بداية الاحتلال إن كان هذا ما تعتبره فرنسا تاريخاً فلماذا لا تحرر فرنسا ما لديها من التاريخ؟ لماذا تحتفظ باريس لحد اليوم بحوالي ثمانية عشر ألف جمجمة لشهداء قيادات المقاومة الجزائرية بعد مرور ما يقارب المئة سنة؟ تحاول فرنسا إخفاء الجرائم وتجاوز العقود حتى يختفي جيل الثورة الذي شهد جرائمها لكن الجيل الجديد من الجزائريين يبدو أنه أحرص بكثير على استرداد حق أسلافه